على الرغم من أنه يستهدف النظام السوري بشكل رئيس إلا أن هناك من يترقب بحذر تداعيات قانون قيسر الذي فاقم من ترد الأوضاع التي تعيشها سوريا مع دخوله حيز التنفيذ في حزيران الجاري قانون قيسر الأمريكي دخل حيز التنفيذ بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على تسعة وثلاثين شخصاً وكياناً مرتبطين بنظام الأسد لتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري وتوقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل العقوبات مئة شخصية سورية مسؤولون أمريكيون أكدوا أن من أهم أهداف العقوبات دفع الأسد للاتزام بالعملية السياسية في جينيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا صحيفة واشنطن بوست قالت إن قانون قيسر الذي شرعت واشنطن مؤخراً لمعاقبة النظام السوري مثلاً أكساتاً قاسية لهذا النظام وأن تأثيرات قانون قيسر بدأت تظهر على النظام السوري الذي يعاني بالفعل من الانهيار الاقتصادي وتجدد الاحتجاجات الشعبية الأمر الذي قد يرغمه على الرضوخ للحل السياسي مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن الهدف من القانون ليس تغيير النظام السوري بل الدفع إلى تغيير سلوك النظام في أمور داخلية وأخرى ديو سياسية وبحسب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري فإن قانون قيسر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة نتيجة لعدم تعاطي نظام الأسد إيجابياً مع جهود المجتمع الدولي من جانب آخر فإن تداعيات قانون قيسر لا تزال التقلق الإيرانيين وغيرهم باعتبارهم أكثر المتضررين من هذا القانون بسبب استثماراتهم الهائلة في مناطق سيطرة نظام الأسد والتي تصبح بحكم المجمدة عندما تتسع دائرة العقوبات التي يفرضها هذا القانون وقد بدى ذلك واضحاً على انهيار الليرة اللبنانية والريال الإيراني مع بداية تطبيق القانون المستهدفون بالعقوبات التي يحملها قانون قيسر كما يبدو للمراقبين ستشمل الكثير من الكيانات والأشخاص والمصالح المهمة لبعض الدول وفي مقدمتها روسيا وإيران وميليشيا حزب الله